السلام عليكم ورحمة الله معكم الغريسي عبدالقادر كانت وجهة بادة الشكاية لصاحب الجلالة الملك محمد الساديس نصاره الله والجميع المسؤولين الشرفاء في هذه البلد المشكلة ديالي كانت تتعلق بأنني برمت عقد شاركة لأنني كانت عندي شركة صغيرة مع شركة أخرى من أجل إنجاز سباغة للهياك المعدنية بالجرف الصفر لفائدات شركة فلما انتهينا من هذا الأشغال في إطار العقد عقد الشاركة اللي برمتوا مع هذه الشركة التزمية هذه الشركة باش هي من بعد تستخلص المبالغ المالية من عند تضخلي في الحساب الشركة ديالي المبالغ المستحقة في إطار العقد إلا أننا بدنا الأشغال في سنة 1-12-2014 بدنا الأشغال كملناهم بتاريخ سنة 2-12-2014 تقريباً يعني تاريخ فسخ العلاقة بحيث هذه العلاقة فوسيخات من طرف الشركة الوداع عليها تنتفاجأوا بهذا التاريخ سنة 2-12 برسالة فسخ العقد الشاركة دون إتمام نهائي للمشروع بمقتدى العقد بحيث المشروع لن ينتهي إلا بانتهاء الضمان فبقنا كنتظروا بعدما وجدنا وجهنا جوجة الإنظارات لهذه الشركة باش تأدينا لمبالغ المالية دينا كان ننتظروا بعدما رفضت تقدمنا المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بمقال بدعوى الأداء إلا أننا تنتفاجأوا بأن الشركة سبقتنا الشركة المدى على سبقتنا ودارت دعوى استيرداد لمبالغ المالية وباش تدير حجة لهذه المبالغ المالية أدلت للمحكمة ب81 فاتورة مزود مزورة على اعتبر أنها مصاريف تم صرفها في المشروع ويجب اختصامها وكذلك رسالتين إلكترونيتين مزورتين للدعات بأن صاحبات المشروع بعثتهم إليها تشتكي من مدير الورش بحيث أن شركة ماروك شركة ديالي هي اللي كانت تدير الورش بموجيب عقد الشركة فمن بعد أنها تقدمنا بطبيعة الحالة بالطعن بالطعن بالزور الفرعيف هذا الفواتير فرفضت المحكمة هذا الطعن رغم أن فواتير تم احتسابها وأصدرت حكمة تمهيديا بإجراء خبرة ابتدائية إن تدبها لها خبير أصدر الخبير هذا التقرير دياله رغم أننا خبرناها بأن هذه الفواتير مزورة أصدر بذوره تقريرا مزورا معتمدا على هذه الفواتير ومغلوطا وبالإضافة إلى ال81 ورسالتين إلكترونيتين زاد هو 41 فاتورة أخرى مزورة الآن تصوير كيف أجدروا لي فهمنا المحكمة بأنهم أضافوا تأشيرة وزادوا فيها الوحدة خمسة وستة ووقعوها على اعتبار أنهم هذه المشاريع ما دمت هذه الفواتير فيها مكتوبة فيها خمسة وستة إذن هذه المصاريف صريفات في الواحدتين خمسة وستة اللي كنا كنشتغل فيهم موضوع الصفقة عدة شكاية تقدمنا فيها في القادية بهذا الموضوع لا مجيب المهم بعد هذا الطعن طبعا الخبيرة أنا دارت دكشي لدر الخبير الأول أنكرت جميع الوطائق غيبتها واستحدثت أعمالية حسابية غير واقعية ووجهت تحقيق إلى وجهة غير لم يأمر بها الحكم التمهيدي وصدرت خبرة مزورة تظويرا فادحا ضدنا وحكم واستخلاصت إلى نتيجة مفادها أن شركة مدينة لشركة بلغة 822 ألف درهم بطبيعة الحال على هذه القاعدة المزورة وهذه الأحكام المزورة والوطائق المزرسة ضر الحكم القطعي ضدنا في هذه النازلة فتقدمنا بالشكاية إلى السيد رئيس النيابة العامة بشكاية ضد الحاكمة وشكاية أخرى لسيد الوكيل العام للملك ضد الخبيرة التي لا ننتظره نتيجة هذا بعد 15 شهر رغم أن جميع المساطير تنفيدت فيها بحيث أن الشكاية التي قدمنا بها تقدمنا بها للسيد رئيس النيابة العامة تم ضمها إلى الشكاية شكاية المجادة الخبيرة السيئة وستنفيدت جميع المساطير فيها والذين أن ننتظروا القرار فإني ألتميسه أتوجهه بالخصص إلى السيد رئيس النيابة العامة والسيد الوكيل العام للمحكمة الاستيناف والسيد الوكيل المالك بالمحكمة الجزرية بالدار البيضاء من أجل التدخل من أجل فق الحصار على هذه الشكايتين لأنني متوقف عن الآمال هذه خمس سنين وأنا لم أقدمش متوقف عن الآمال غادي جاي لمحكمة ولا مجيب شكايات عديدة تقدمت بها ولا من يجيب ألتميس منكم التدخل من أجل فق الحصار حتى أتمكن من متبعة عمالي في أحسن ما يرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة